مواقف روسية جديدة حول الوضع في سوريا تشير إلى تصميم القيادة الروسية على إعادة دفع الحوار السوري السوري وتكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية الفاعلة في ضوء أجواء التفاؤل التي سادت بعد تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة وأعلان واشنطن أن تحقيق تقدم أمر ممكن في الموضوع السوري روسيا استبقت اللقاء الهام الذي سيجمع وغداً الخميس في موسكو الرئيس فلاديمير بوتن والوزير الأمريكي جون كيري بحضور وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف وأطلقت جملة رسائل سياسية وعسكرية متزامنة تمثلت باتهام ديمستورا بالتقاعص عن استئناف الحوار السوري السوري فيما كانت القاذفات الروسية بعيدة المدى تقوم بالرد على إسقاط مروحية قتالية قرب تدمر في تأكيداً على أن العملية العسكرية الروسية ضد الإرهاب في سوريا مستمرة الكريملين أعلن أن الرئيس بوتن سيستقبل بعض ظهر الخميس الوزير كيري وستركز المباحثات على أزمتي سوريا وأوكرانيا كما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الرئيس بوتن التقى بمجلس التنمية الاستراتيجية عشية زيارة كيري والتي تأتي بعد تغييرات دراماتيكية نتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانقسام القارة العجوز حول العقوبات المفروضة على روسيا ما يجعل الموقف الروسي أقوى في مواجهة غطرسة واشنطن التي لا تزال تتعامل بوصفها قطباً أوحداً في العالم